خلال اجتماعه الأسبوعي وبرئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل تابع المكتب السياسي بدقة التقارير المتعلقة بالتطور المأساوي الذي يشده الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعياته على جنوب لبنان وعليه أصدر البيان التالي يعتبر حزب الكتائب أن اللجوء إلى منطق القوة والاستمرار في مسلسل العنف لم يأتي إلا بالخراب منذ 75 عاماً في نزاع جرى الدمار والدماء والدموع إلى دول المنطقة وشرد الشعب الفلسطيني وتركه في مهب اتفاقيات بقيت حبراً على ورق ووعود كاذبة ويعتبر حزب الكتائب أن الثمن الذي يدفعه المدنيون في هذه الحروب المتكررة هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في فرض تطبيقات القرارات الدولية وفقدان النية في إيجاد حل دائم لهذا النزاع الذي دفع لبنان منذ استقلاله فتورته الأكبر ويرى حزب الكتائب أن ما حصل أمس في الجنوب يهدد بنزلاق لبنان إلى حرب جديدة هو بغنى عنها خدمة لمخطط يهدف لتثبيت معادلات الكوة في المنطقة وإعطاء الأولوية لمصالح خارجية على حساب المصلحة اللبنانية إن استعمال الأرض اللبنانية وربطها بالساحة الفلسطينية مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يستطيع أن يتكلم حزب الله أو أي فصائل فلسطينية باسم لبنان حرباً كان أم سلماً لأن هذا القرار تملكه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لذا يحذر الحزب من جري لبنان إلى المواجهات الدائرة في غزة ويعتبر أن سيادة لبنان خط أحمر ويرى الحزب أن أي خطوة متهورة سترتب تبعات لا يجب أن يتحملها لبنان خصوصاً في وضعه الحالي حيث طال الانهيار كل الكتاعات والمؤسسات يدعو حزب الكتائب المجتمع الدولي إلى السعي لدى كل الأطراف المعنية بهذه المواجهة إلى تجنيب لبنان أي انزلاق والضغط لمنع تفجير جبهة الجنوب ويطالب الحزب الجيش اللبناني والكوى الشرعية بتكثيف العمل لتثبيت الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701 إن حزب الكتائب يدعو المجتمع الدولي في هذه الجولة الجديدة من الصراع إلى تغليب منطق الحقوق الإنسانية وتحييد المدنيين كما ويطالب وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون غدا ودول العالم باتخاذ قرار جريء ونهائي بدرورة التوصل إلى حل عادل يرفع الظلم والكهر عن الشعب الفلسطيني بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002 والتي أوصت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس معادلة الأرض مقابل السلام وهذا أضحى مطلب كل عاكل يدع مصلحة بلده وشعبه فوق كل اعتبار اشتركوا في القناة